إذا متبعنا كرام باش نفهمهم زيان ما يحدث الآن مع موريطانيا لا بد من أننا نرجع للضربة القاضية للضربة الموجعة التي تلقاها نظام حضارة الجزائر فيما يتعلق بالمنطقة وفيما يتعلق بالعديد من الملفات وهذا الضربة متعلقة كذلك بالمشروع الذي آلنا عنه المغرب مع دول الساحل والصحراء وهو مشروع منفذ الأطلسي كما سبق وتفصلت في العديد من الفيديوهات فإن هذا المشروع ينهي العديد من المخططات القادرة دير نظام حضارة الجزائر في المنطقة بالأكثر من ذلك ينهي قضية الصحراء المغربية إلى غير الراجعة فهذه المسألة أطارت سعر نظام حضارة الجزائر منذ إعلان هذا المشروع ونظام حضارة الجزائر حاولت ضغط على دول الساحل والصحراء باش أنها اتراجع عن قبول هذا المشروع وحاول نظام حضارة الجزائر على أنه يخرب قبول دول الساحل والصحراء لهذا المشروع لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بل أن هذه المحاولات اللي حاولي يقوم بها نظام حضارة الجزائر انقلبت عليه فدرت له مشاكل ديبلوماسية مع مالي درت له مشاكل ديبلوماسية مع النيجر مع بوركي نفاصو مع أتشاد والآن قتله ورقة واحدة وهي الورقة ديال موريطانيا موريطانيا كما هو معروف ضرورة من أنها تدخل لهذا المشروع وهناك مؤشرات على أن القيادة الموريطانية قد قبلت بالفعل في الدخول لهذا المشروع وهنا علاش غادي نظام حضارة الجزائر وغادي حاول أنه يلعب هذا الورقة الأخيرة وفي هذا السياق متبعينا كرام كنشوفوا استقبالات وكنشوفوا وفود كنشوفوا نظام حضارة الجزائر كعرض على مسؤولين موريطانيين باش أنهم يمشوا لحضارة الجزائر ويتلقوا الأموال مقابل ماذا؟ مقابل عفوا محاولة تخريب هذا المشروع مشروع منفذ الأطلسي لكن السؤال اللي تطرح واش هذه المحاولات سوف تنجح أم تبقوا بالفشل لأن كل المحاولات اللي تحاول يديرها نظام حضارة الجزائر تفشل في نهاية المطاف هنا غادي نرجع للموريطانيا موريطانيا بشتفل المسألة دياله موريطانيا منقسمة إلى قسمين قسم بغي علاقة جيدة مع المغرب وقسم آخر الغاليوية ديالوكين داخل الجيش يريد علاقات مع نظام حضارة الجزائر ويستفيدون من نظام حضارة الجزائر ويستفيدون من أموال البوصبعي هذا الطرف لا يريد لهذا المشروع أن يتم ويحاول عرقلة هذا المشروع لصالح نظام حضارة الجزائر بينما القيادة السياسية على رأسها الرئيس الموريطانيا هم يريدون المذية قدما مع المغرب ودول الساحل في هذا المشروع على ذلك الآن المنسبعين الكرام سنرى المزيد والمزيد من محاولات نظام حضارة الجزائر لكي يحاول يستميل موريطانيا ضد المغرب فيما يتعلق بمشروع هذا المنفذ الأطلسي لكن في نهاية المطاف الذي لديه عقل دبلوماسي والذي يفكر بمنطقة والذي يفكر بمصلحة الشعب الموريطاني في نهاية المطاف يمشي ويقبل المبادرة المغربية لماذا؟ لأن هذه المبادرة يستفيد منها أو تستفيد منها جميع الدول التي ستدخل لهذا المشروع سواء دول الساحل والصحراء سواء موريطانيا سواء المغرب والمتضرر الوحيد من هذا المشروع هم الجراتيم ديال الاستعمار هم لضام حضارة الجزائر ولذلك الآن هم يشتغلون بمنطقة دهم الاستعمار في محاولة من أجل تخريب هذا المشروع لأنه لا يخدم فرنسا وفرنسا لا بد من أن تحرك صانعتها لهي الجزائر نظام حضارة الجزائر من أجل محاولة تخريب هذا الموضوع لأنه في نهاية المطاف أيضا ينزل على نظام حضارة الجزائر بالضربة القادية وينهي جميع المخططات الفاشلة أصلا ديالنظام حضارة الجزائر في المنطقة فتوقعوا في المستقبل محاولات أكثر لأن النظام حضارة الجزائر مبقى لغير موريطانيا في نلعب دول الساحل والصحراء كلها قلبت على نظام حضارة الجزائر والآن هي أصبحت حليفة للمغرب بشكل كامل هناك دولتين عندهم قنصليات في الأقاليمة الجنوبية المغربية هناك النيجر تعترف مغربية الصحراء الآن ما ليركم عن في المشاكل اللي عندها مع نظام حضارة الجزائر وبالتالي كل هذا الأبور تجعل نظام حضارة الجزائر يدفع بثقله دحو موريطانيا في محاولة يائسة وبائسة بشأنه يقوم بتخريب هذا المشروع المسألة التي لن ينجح فيها نظام حضارة الجزائر بأي شكل من الأشكال متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم